بدون لغة خشابة بدون لغة خشابة بدون لغة خشابة شخصة بدون لغة خشابة بدون لغة خشابة و أحبانها بدون لغة خشابة فيه المسؤولية لأنه الاستثمار فيه صعب والمخاطر دياله كبيرة والأرباح دياله غير مضمونة ولهذا الدولة حضرت بشكل كبير فيما يتعلق بهذا الورش المؤسف هو أنه هذا شيء دركنا وإحنا مازال ما درناش التحول الطاقي اللي بغينا ولكن المغرب غادي في هذا المصر. هذا يمكن الناس كما قلت يحتاجين أجوبة آنية وهذا اللي قلت لك بيننا خسن نديره أوليوية والنقاش دابا هو شكون دار شكون حرار وشكون محرش وشكون جواب للناس الآن لا يفيد هذا النقاش لأنه النقاش ديال تحرير أنا قلت لك أنا كان عندنا موقف ولكن اليوم إحنا ما إلا كنا هاتشي في إطالة المشحنات سياسية وكذا هاتشي رأى هاتشي رأى طلع في الرقص يعني لا يفيد حقا لا يقدم أي شيء وبالتالي اليوم إلا قدنا كقوة اقتراحية قدموا مقترحات حقيقية والحكومة أيضا يجب أن تستجيب لهذا النقاش ويجب أن تقبل هذه المقترحات إذن هات دينامية في الحوار الوطني هي اللي ستترجع ولكن بغاية أن بلدنا تخرج لأن بلدنا اليوم الأفق ديالها على المستوى الدولي الطموح ديالها على المستوى الدولي التموقع ديالها على المستوى الإقليمي نحن بلدنا قطعت أشواط كبيرة جدا ومهمة جدا دوليا دوليا ورقم فاعل في البحر الأبيض المتوسط في إفريقيا في إفريقيا الأطلسية على المستوى المنطقة المغاربية هالدولة هي الحية اليوم في شمال إفريقيا اليوم أحد المعاهد في ألمانيا كانوا ندروا دراسة الخلاصة هو أنه لا نريد تركيا أخرى في شمال إفريقيا وتقولوا بأنه المغرب تقدم بزاف على الدول في المحيط دياله جزائر وتونس بصفة خاصة وأن هالتفاوت مخصوشي مخصوشي وهدفش كان دخلت الأزمة ديال المغرب مع ألمانيا كده على كل حل سلمت بواقع هالطموح إذن تظهر لي باش يمكننا نواكبه هالتموقع الجديد ديال بلدنا تيخصنا نقاش عمومي يكون في مستوى تيخصنا القوة اقتراحية حقيقية وتيخصنا نآمن بالاختلاف لأن الحلول تجيب هالدينامية ديال الاختلاف إلا ما قدرناش نجحو هالدينامية أعتقد بأننا غير مقاوفة استجالات سياسية والمغربة من اللومناتش على كل حال بالاخر من اللي غير مشور البومبة ما غير عمرش سيجالات تمام ما غير عمرش سيجالات ما غير عمرش سيجالات على كل حال بدون لغة خشب ترجمة نانسي قنقر